موسيقى السلام عليكم وانا طلاب كاتب طلابي العزاء طلاب الصف الثاني متوسط نرحب بكم من فضائية العراق التربوية ونقدم لكم درس من دروس الحاسوب اليوم الدرس مالتنا تبويب جديد في مايكروسوفت الورد اليوم التبويب مالتي هو تبويب إدراج اللي هو تبويب insert هذا تبويب جدا مهم اليوم اذا احتاج اشتغل ادخل اي شي على مايكروسوفت وورد عن طريق تبويب إدراج يعني اليوم عندي صورة عندي جدول عندي smart art هذا كلية انا اقدر اشتغل عن طريق تبويب insert او نقول عليه إدراج تبويب إدراج يحتوي على مجموعة من الأوامر طبعا هاي المجموعة من الأوامر تستخدم لإدراج الكائنات إلى المستند مثل إدراج جدول إدراج صور إشكال ذكية وغيرها طبعا هذا يحتوي على عشر مجموعات رئيسية عشر مجموعات رئيسية المجموعة الأولى طبعا اللي رح ناخذها اللي هي مجموعة الجداول اليوم عزيزي الطالب إذا أنا احتاج اشتغل ببرنامج مايكروسوفت وورد أحتاج أكيد ممكن إذا أسوي جدول لأسماء الطلاب أو جدول لأسماء أنا أحتاجه أو جدول لأي شيء طبعا ممكن عن طريق ببرنامج مايكروسوفت وورد عن طريق إدراج أنا أقدر أنزل الجدول طبعا رح أروح على مجموعة جدول اللي هي مجموعة تايبلز طبعا هاي المجموعة مجموعة هناك العديد من الكائنات والعناصر التي يمكن إضافتها إلى المستند ومن أهم تلك العناصر الجداول إذ من الممكن إضافة الجدول إلى المستند من خلال اتباع الخطوات التالية من خلال تبويب إدراج نروح على انسيرت ونختار الأمر تايبل وراها رح تطلع نافذة عندي عدد من الأوامر بيها نختار انسيرت تايبل ونجي نشوفها هناك عندي بالبرنامج مجموعة ثانية اللي هي مجموعة إدراج طبعا نروح على التايبل وهنا أما أقدر أني أرسمها للتايبل اللي أحتاجها يعني كم عدد العواميد والصفوف اللي أريدها أو أروح مباشرة على انسيرت وأختار انسيرت تايبل هاي عزيزي طالب انتبه عليها هنا رح يكون عندي رح يظهر عندي هذا الجدول طبعا رح يقول لي هنا أنتش قد تريد كم صف وكم عمود عفو كم عمود ببداية وكم صف هنا ممكن أختار اللي أريده عني خمس عواميد وخمس صفوف طبعا هنا أيضا رح يكون عندي أنه تريد كامل أنه يعني الفيكس كولون أنه هو يرتب لك العامود والصف بالطول وبالعرض مالتين وممكن يتحمل كل المكتوب به وتقدر أيضا إذا تقول لي remember طبعا رح هنا رح يحفظ لك هاي الإعدادات على الجدول الأخرى ممكن أقول لي أوكي رح يسوي لي insert هذا الإنسيرت جدول سوالي خمس صفوف وخمس عمدة هذا بالنسبة لإضافة الجدول طبعا هنا النافذة هاي رح يقول لي شون تحدد العمود هنا رح تكون عندي تحديد العمدة وهي تحديد الصفوف وتحديد عرض العمدة طبعا هذا كليته وطبعا مثل ما قلنا شون أذكر الإعدادات الموجودة من أضيف جدول هنا من أضيف جدول أو من أي شيء أضيفه أول ما رح أضيفه شيء انتبه هنا عزيزي الطالب رح يطلع لك الـ design والـ layout طبعا في أي شيء أنا أقدر أضيفه بالـ word طبعا إذا أكو بإعدادات خاصة إذا صورة أو جدول أو table طبعا الإعدادات ماتة أيضا رح تضاف ضمن التبويبات رح أشوف تبويبات جديدة رح تطلع لي يعني تبويبات هي أصلا شات ما موجودة بس أنا من ضفت الصورة أو من ضفت الجدول رح يبدأ يطلع لي تبويب جديد هذا التبويب يساعدني على أنه أرتب الجدول الماتي أو أرتب الصورة اللي أنا ضفتها يعني مثلا اليوم أنا إذا أختار الجدول رح أنتبه أنه عندي تبويب اسمه design وعندي layout الـ design طبعا ممكن أختار شكل الجدول اللي أريده أنا والـ layout ممكن أختار تفاصيل يعني اليوم أنا عندي الكتابة أريدها بالنص بالجدول أو text direction اللي هو اتجاه النص أما يكون عامودي أو أفقي وغيرها من التفاصيل اللي أنا أحتاجها بترتيب الجدول الخاص بي هيا خليليها في بالك عزيز الطالب اللي هو هسا أنا اليوم عندي الجدول إذا كان فعال لازم يكون أنا عندي تبويب تصميم هذا تبويب تصميم موجود طبعا هذا التبويب يحتوي على مجموعة من الأوامر التي تساعد على تصميم الجدول كما هو موضح وضحنا لكم إياه بالبرنامج مباشرة ومثل ما قلنا أيضا تبويب تخطيط اللي هو layout أيضا إذا أنا أنزل جدول رح يطلع لي تبويب الآخر اللي هو layout مثل ما قلنا هذا نستطيع عن طريق هذا التبويب التحكم بخصائص الخلايا في الجدول من حيث حجم الخلية وارتفاعها وإضافة خلايا حذف خلايا ودمج خلايا وغيرها كما هو وضحنا لكم بالبرنامج مجموعة شروحات اليوم مجموعة أخرى عندي أيضا يسموها مجموعة الشروحات هذه المجموعة ممكن إضافة صورة أو أقدر أضيف من عدها يعني آيكونات خاصة معينة أحتاجها أيضا بالشروحات multi هذه كلتها عن طريق هذه المجموعة طبعا نجي نشوفها التعريف مالتها مجموعة شروحات طبعا نستطيع من خلالها إدراج مجموعة كائنات إلى المستندات ومنها اللي عندي الأمر الصورة اللي هو picture من خلال هذا الأمر نستطيع إدراج صورة إلى المستند من خلال اتباع الخطوات التالية طبعا أي خطوة إدراج لازم أضع الماوس بالمكان المطلوب إدراج الصورة داخل المستند يعني اليوم أنا عندي أريد أدرج جدول أريد أدرج صورة أو أريد أدرج smart art اللي هو أشكال ذكية لازم أول خطوة في عملية الإدراج أنه أنا خال الماوس بالبكان اللي أنا أريد أسوي إدراج بي هايا خليها في بالك إذا عزيز طالب من خلال تبويب إدراج طبعا نختار الأمر picture تظهر نافذة عن طريقها نختار الصورة ونضغط على أمر إدراج كما هو موضح في الشكل طبعا راح أجي أنا على microsoft اليوم أنا هنا عندي هذا الجدول ممكن ما أحتاجه أو أحتاجت صورة أضيفها جوا أنا وقفت حاليا جوا الجدول وأروح على insert وأختار طبعا مجموعة اللي هي الخاصة اللي هي illustration طبعا اللي هي مجموعة شروحات أروح على picture واختار أي صورة أنا خالها موجودة عندي على desktop ممكن وأمطيها insert هنا راح تدخل عندي هاي الصورة أيضا أقدر أتعامل ويها بكل يعني بكل بساطة انتبه عزيزي الطالب أيضا أنا اليوم من ضفة هاي الصورة طلع لي تبويب جديد اللي هو اسمه تبويب format أيضا هذا خاص بصورة يعني اليوم أنا من ضفة الصورة ووقفت عليها طلع لي تبويب آخر اللي هو format ممكن هذا الفورمات أنا أستخدمها بترتيب الصورة أخلي لها إطار أو أخلي لها ظل أو ترتيبات أخرى هل ستنتبه من نرجع أحنا على الجدول راح يطلع لي اللي هو design والlayout من أرجع للصورة راح يطيني الفورمات اللي هو أصلا ما كان موجود لأنه أنا اختاريت اليوم الصورة تمام إذن طلع لي تبويب اللي هو قلنا عليه الفورمات وهذا الفورمات عنده دراج الصورة إلى المستند وجعلها فعالة عن طريق الضغط عليها بزر الفأرة الأيسر يظهر تبويب جديد ضمن شريط تبويبات يدعى تنسيق الفورمات نستطيع عن طريق التحكم مثل ما قلنا بخصائص الصورة كما وضحنا إليك بالعمل تمام الأمر أشكال اللي هو chips طبعا هنا اليوم أني عندي أحتاج ممكن أضيف شكل معين إلى Microsoft Word يعني اليوم أني الكتابة ماتي أو البحث ماتي أحتاج من عندي أسهم أو تأشيرات أو دلالات أو أشكال أو smiles ممكن كل يتأضيفها عن طريق الأشكال الأمر اللي هو أشكال خلني أجي نشوف شنو هذا الأمر أشكال عن طريق هذا الأمر نستطيع إدراج أشكال المستند ممكن إدراج شكل دائري أو بيضوي أو مربع أو أقواس أو غيرها من الممكن عمل ذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية روح من تبويه بإدراج ونختار الأمر أشكال اللي هو chips راح يصين عندي تطلع نافذة موضحة كما في الشكل نستطيع عن طريقها اختيار الشكل المطلوب يعني خلني أجي نشوفها خلني أجي نشوفها بالبرنارج خلي أفتح مستند جديد نيوم روح على blank document تمام أروح على insert أو أروح على اللي هو chips اللي هي الأشكال راح أشوف هنا يطلع عندي الأشكال اللي موجودة ممكن أحتاج يعني ممكن مثلث أختاره وأقدر أضيف بعض شغلة أخرى أنا اللي أحتاجه أقدر أنزله لو تلاحظوا عزيزي الطالب أيضا هنا أنا من اختارات المثلث طلع لي format اللي هو يملي فيو صار format هنا هذا الفورمات خاص بالشكل اللي نزل أصلا عندي أيضا أقدر أتحكم باللون ماته وبتفاصيل أخرى تفيدني بالتصميم أيضا عزيزي الطالب اليوم أنا أحتاج أريد أنزل بالبحثمات أو الشي اللي أنا اشتغلته أحتاج أنزل يسموها smart art أو الأشكال الذكية هاي الأشكال الذكية أيضا ينطيني برنامج Microsoft Word عن طريق إدراج أو عن طريق insert أقدر أضيفها هاي الأشكال خليجي نشوف شون نقدر نضيفها الأمر أشكال اللي هو smart art طبعا هذا الأمر عبارة عن أشكال رسومية جاهزة يوفرها أنه برنامج Microsoft Office نستطيع من خلالها توضيح مفهوم أو فكرة محددة اليوم عندي فكرة أريد أوصلها أنا للمتلقي بسهولة من الممكن إضافة الأشكال الذكية للمستند باتباع الخطوات الآتية أيضا مثل ما قلنا نضع مؤشر الماس المكان المطلوب إدراج الشكل الذكي بداخله نذهب إلى تبويب insert ونختار الأمر شكل ذكي رح تظهر بالنافذة الموضحة عندي هاي الأشكال الذكية اللي موجودة كليتها طبعا عندك all وعندك list وعندك circle وغيرها هذا كليتها أشكال ذكية ممكن تختارها أنت وتشتغل عليها هسا رح نشوف إن شاء الله طبعا من رح تدرج الشكل الذكي أيضا إلى المستند وتجعله فعالا عن طريق الضغط عليه في زر الفأرة الأيسر رح يظهر تبويبان جديدان ضمن شريط التبويبات خلنجي نشوفهم هنا حاليا هذا ما رح أحتاجه أخليه على صفحة تمام هنا رح يكون عندي insert واروح على smart art تبهنا عزيز طالب smart art العفو هذا chart smart art أختار اللي أريده اليوم ممكن عندي جدول ممكن عندي هيكلية عندي عندي مكان هيكلية أريد أحتاج به أكتب المدير والإدارة والطلاب والطلاب المتفوقين يعني أي هيكلية وأي ترتيب أحتاجه ممكن أقول له insert رح يظهر عندي هذا الشكل هذا الشكل منظهر عندي فتنتبه عزيز الطالب طلع عندي هنا أيضا تبوي بين اللي هو design وعندي format ال design ممكن أختار ال design اللي أريده بهذا الشكل ممكن يكون 3D وأقدر أكتب بداخله الكتابة ماتي أنا اللي أريدها وأكبر وأزغر كله عن طريق هذا التبويب وأيضا ال format أحتاج أشتغل اللون مالته اللون التكست مالته كلية أقدر أشتغله عن التبويب هذا إن شاء الله طبعا هذا اليوم راح يكون عندي من أشتغل عليه راح يطلع لي أيضا قلنا عليه تبويب التصميم اللي هو design أنا أحتاج إلى هنا عزيز الطالب يأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتغل